السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ياربي تكونوا كامل بخير أنتم و جميع الأمة الإسلامية ياربي مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي أمينة ستيل إن شاء الله ياربي الفيديو جديد اليوم يعجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد لبناءت حبيت اليوم نشارك معكم فيديو فيلوغ كيفاش بديت أول يوم البيرم في الروضة يعني روتين كيفاش أول نهار داع بيرم هالزيت ولا الروضة أول نهار كيفاش بالصباح يعني شاركت معكم الفيديو بالصباح كيما أنا دايش عامل زر راقد وأنا ننوض فيه ليس منصيها ليالبنات كيما قاعدين تشوفوا بيرو ما لهنا را هو راقد وأنا را ننوض فيها وطالع بالسيف ما ناضلي بتسيف صرتو أول نهار ويلف الدليل عادة ويلف هذيك الراحة يرقد قد ما يحب وينوض وقد ما يحب لسانسيال الحمدوله يعني أنا درك المنتاجة اللي نعمل فيه روتار لسانسيال درك الحمدوله ولا ينوض فاسيال ماء وفي الويكاند هو اللي نوض يقولي ماما ديني نقره للروضة فوالا كيما قاعدين تشوفوني ننوض فيه بهي روح يخسل وجهه كيما شفتوا في البداية دع الفيديو كان عند الحفاف الساحة دينا الحفاف قبل البنهار ودوشت له وكيما شفتوا يعني وفي الصباح كيما هكا يعني نوضتوا نعط ديرك تلعب هذا الرفي ولهنا رح نشارك معاكم نوريكم يعني حويج اللي شلي تعملوا يعني تعالى تعالى هذو ما يعني الحويج هذو من كل شي تعملوا من زير يعني صراحة شمان كذا بشاليكم كل شي شريته من زير أبار طبلية يعني طبلية معنتها من عند الروضة بعدها خاطر فيها اللوغو تعالى تعالى الروضة بعدها يلبسوا كيف بعضها فوالا هذي الكارطة طبلية لبنت شريتها من زير عجبتني كاعد صغيرة وبالسيف ملجيت هذو ما تعالى تعالى رود هذو ما وبالسيف ملجيت هالوقت هذيك كي راح روح هنا وقيلها قبلها غونتخي بنهار ولا حاجة كماك وكان الغيش 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 في البلاد وما لكيتش يعني له شواء فهمتوا ما شريتش من قبل وكلش المهم وشريت له هذا الانسامبل صراحة هو مش مع بعضها كل حاجة وحدها كيف كيف ما من لبسة تعلولاية في زغيراز ملجيتش خلاه لو شواء خلاه راني ملجيتش حاجة تعجب يعني هذو ما كتول شريت له وخلاص كي قيست راح الحيل ومازال ما وليت شريت له وخلاص ملجيتش وش راني حابة ولي شواء ما كانش خلاه في لبسة على الولاد ما فهمتش وعليش بلك البنات بلك خير يلقوا الإسسانسيل وهذه الطبلية تيجا كيما كاعدين نشوفوا في هاللوغو تعال الروضة يعني من أحسن الروضة يت لافونتين سكول وهذه بورت مانجي شرت هلو ماما صراحة عجبتني معنتها فهكي ما هكا يعني من تحطي الديس ساير وين تحطي مثلا نعضم شرشم ولا الإسسانسيل عجبتني وهو لا كولور ماما دي ما تشريلي حاجة دي ما تعجبني على ذوقي شريت له هذو من الأدوات من تزاير معنتها أبار الأدوات اللي راح يشريهم للروضة فهمتو يعني نصهم بريسك نصهم كين اللي خليتهم له في الدار وكين اللي بعثتهم للروضة الإسانسيل بريسك محسب نفس الأدوات اللي شريتهم غير حواج زايدة خليتهم له للدار بشيقرأ بهم في الدار فعلا كي ما قاعدين تشوفوا وهذه هما شريت طرف واحد الإحساسي هب المعنتها أنك تشري لذلك الأدوات ورح يبدأ يقرأ وتسترجعي هذيك الأيامات الطفولة تاعك والله تفكرت بكري كنا صغار كيف نكونوا فارحين بهذه الأدوات يعني ما شاء الله إن شاء الله ربي كبرنا يا ربي كبر ولداتنا في الطاعة وفي التربية الحسنة هذا وش نتملو يا ربي هذه اللوحة يعني واحد الإحساسي هب لي هب تمنىها لكل إنسان إن شاء الله اللي بليداتكم كبر ربي ينجح ومتشوفهم في أعلى المراتب ولوليداتكم صغار إن شاء الله ثاني يوصلوا للنهار هذا اللي تشروا لهم فيه الأدوات وتكونوا فرحانين وهو بيرم نورمال مو يقرأ تمهيدي هو نورمال مو العم هذا يقرأ تمهيدي لكن أنا دخلته تحضيري باش يعود حبيته يعود تحضيري مرتين فهمتوا حبيته التحضير يعوده مرتين على هذيك أنا دخلته تحضيري معانتها يقرأ العم هذا تحضيري والعم جاي تحضيري عملي بعده وش عدا يبدأ السنة أولة خاطر قلت ماذا بي يقرأ علي أكبر منه وخير فهمتوا هذي هي ولهنا يا لبنات يعني كاتا وجدت لي حواجه وقطع الفطور الصباح بالنسبة الكيك هذا يا لبنات ما هوش رح نقول لكم ما هوش صحي ما يحبها بيرم هي الصراحة أما ما هيش صحية يعني ما ننصحكم مش بالكيش كيفا حجت على الدار يعني كيكة تعمل في الدار يوكلها ولدك خير من هذا وما ليجو في اللي الله غالب يحبها ما إن شاء الله مع الوقت تنقص هيلو الماكسيموم هي تقريبا نقص هيلو كان في النهار يوكل زوز ثلاثة كعبات دركها كشول دايرة ليغر كعبة في النهار ووح نزيد من ناحية هيلو نهائيا فهمتوا كيفوالا درت له باتاتا بيري النهار هذيك في البغط من جايزك الصغيرة وحط له الكسرة الكسرة بيوكل بها الباتاتا بيري وعملت له يا ربي وش عملت له أخر وطفاح وأي ودرت له أعظام شرشم الأعظام يموت علىها عندي بيري مولتي يا يموت هو ما يوكلش لي الليل نيل حم نيل جيج بس صح الأعظام أرزمون الأعظام تعوض يعني شوي يوكل لي الأعظام يموت علىها مقلية ولا شرشم يموت علىها يموت علىها على هذيك الأعظام هذيك حاجة لازمة ونحط له فرماج وكيما قاعدين نشوفوه ديزير وهذيك حطيت فيها الباتاتا بيري كل مرة كيفاش مرة أغطر بيري ما يوكلش لي كلش يعني ما يوكلش لي الماكلة يعني اللي نطيبها هذيك مثلا كوسكسي مرقة ما يوكلهمش أولا أنا نطيب بالحار وما يوكلش الحار وثانيا ما تعودش يوكل عملي مع له غزمة على هذيك أنا شو نعمل نوكل فيها يعني الحاجات اللي يحبها هو مما طبيب التغذية قبل يقول لي خليه ولدك يوكل وش يحبه هو يعني ديري له يوكل وش يحبه هو فوالا ندير له يحب باتاتا مقلية يحب باتاتا بوري يحب مقارونا هذو هو ما معندها منو اللي ندير له حويج يحبها هو وخلاص المهم يوكلشين أخر من ما يوكلش ورسو خشين والله وعنده واحدة الراس ما نحكي لكمش فوالا لينه يغسل في سنيهم يحبش يسر الدوندفريس يحب يسيحها بالماء يحب شوية بارك قطر يقول لي تحرقوا في فمه المهمة البنات نخليكم شوية معا الفيديو ومن بعد ان شاء الله نزيد نرجع لكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ودحموني بالجيم والكماندار اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى شفتوا يا البنات بير موش راسخين ومهبلني مهبلني ليس انسيال البنات قلت ان شاء الله ساعة مرة على مرة نشارك معكم فيديو من نوع هذا اعطوني انتم ناصائحة للولاد الصغار انصحوني وانا كتون عندي ناصحة انصحكم ونتعاونوا ان شاء الله رب يحفظ لنا ولداتنا ولهنا يا البنات رانا قريب نصلوا للروضة اول يوم بيرم راح يبدأ يقرأ فيه وتوحشته وتوحشته النهارة ذا توحشته وراح نهبل وزمو ماما كانت عندي وكنت شوية منسيتني شوية سينو بيرم والله ينتوحش وولولي انتم ثاني اسكولاتكم يروحوا يقروا ولا يتتوحشوهم وإلا لا انا والله خليلي واحد الفراغ ما نحكيلكمش نظر نستنى غير وكتي تجي لعشية بش يجيبوهولي للدار والله نظر متوحشيت وخلاها خلاها خلاها الايسانسيال كيما قاعدين نشوفوا يا البنات هذه هي الروضة اللي يقرأ فيها بيرم شاركتها معكم مقبل دجا في صفحتي اسمها اسم الباشتيحة هذه هي من احسن الروضات هنا في تونس يعني ما شاء الله روضة روعة 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 تحسي أصلا براحة نفسية يعني كتجي بيولدك هنا راح ترتاحي ورغم شفت برشة روضات قبل يعني من جيل هذه شفت برشة 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 روضات واقتنعت كان بهذه يعني ما نكذبش عليكم ذي الوحيدة اللي اقتنعت به وعجبتني ياسر اللي احنا بيرموا وطلع على القصة بتاعه عندها برشة ميزة تتميز بالدجا بالخبرة بالكسبريانس سفي عندها برشة وهي تخدم هذي روضة معروفة في الزون هذي يعني تاع فوشانة قبل ما تدخل فوشانة يعني من جاب لمعمل جارتكس بالنسبة للناس اللي يعيشوا في تونس ويحبوا يعرفوا البلاسة وين اكزاكت ننصحكم بها راهي روعة 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 يا لبنات قلت لكم عندها برشة ميزات دايرين حصة في السمانة حصة في السمانة لغة فرنسية وحصة في السمانة لغة انجليزية وحصة في السمانة قرآن وحصة في السمانة موسيقى ولا مرتين في السمانة مانيش متأكدة الموسيقى كداش من مرة ويعني ما شاء الله الاستاذة ثانين اللي تقرر يعني في بيرم وماشاء الله علىها يعني روعة يعلمو لك ولدك من الصفر يعطيهم الصحة الإسانسيال لانا يا لبنات انتقلت بكم في فيديو البلاسة أخرى هذي السالدو سبور اللي دخلت فيها بيرم السالدو سبور ما شاء الله يعني اصلا اصلا يعني اللي حاكمين على السالدو سبور دي شامبيون دي ماند يعني ما همش يعني دي شامبيون كبار ما شاء الله يعني يتدربوا في الولاد الصغار وكلش كما قاعدين نشوفوا دخلتوا كاراتي اللي هنا كنت أول حصة يعني هذو ما اللي قال اللي ملتاني ما زالوا مش هم لابسين توني هذي كدع الكاراتي هما رهم جدد قاعدين يتدربوا ما زالوا يتدربوا حتى ان يتعلموا إن شاء الله الإسانسيال البنات قلت المهم ندخلوا يضيع يعني الوقت هذي كاللي نوربال ما باه يضيعوا مع الناشر هنا ما يخرجش يلعب البرة بيرم ما هو كي يقول لي ما عادش عندو الوقت روضة سبور يروح يقرى شوي ويرقد ايبوالا البنات وصلنا نهاية الفيديو دمتم في رعاية اللي إن شاء الله الفيديو الجيد اشتركوا في القناة